وما زلنا نعوم في ملف الدوري المحلي والكرة المحلية ما خلصناهوش لان الحقيقة عايزين ناخد فيديو هين ليهم معنى مهمة جدا مش معنى ان انا مختلف في جزئيات ان الناس دي يعني انا بقول واخدى موقف من الاهل بالعكس ممكن يكون حد او هما الاتنين الاستاذ بريم عبدالجواد والاستاذ بريم في اشادة جدا جدا بنجازات الاهلي واداء مدربه ولكن بنوضح مع بعض كده وهم دول من الناس اللي انا بحب اتحاور معهم فاحنا اخدها من الزاوية دي الاستاذ ابراهيم فايق بنشوف هذا الفيديو وبعدين نعلق عليه خليني اسأل حضرتك بقى احنا نعرض الحالات ومحمد هاني لعب النادي الاهلي باكمين النادي الاهلي ثم ايمان اشرف ادي الكرة الاولانية وعايز اعرف من حضرتك رأيك ايه فيها هل استحق فيها محمد هاني الحصول على بطاقة صفراء ولا لا طيب نروح للايمن اشرف وحالتين للايمن اشرف ايمن حصل على بطاقة صفراء في هذه الكرة ثم في اللقطة اللي بعدها كان هناك تدخل ايضا اعرف تقييم حضرتك لها ايه طيب دي حالات هو الاستاذ ابراهيم فايق ويتحدث عن المباراة بالامس قال معانا اه الحكم الجزائري حيمودي عشان يعلق لنا ودي دي نقلة في التحليل التحكيمي يعني ميدو بيجيب حد من جلترا ابراهيم اخواتي يعني دول اه يعني جمال حيمودي حاجة كويس انك تخرج وتوسع كنا بيجيب يعني الكابتن جمال الشريف قبل كده ده كويس ان احنا نخرج من فكر الزملاء اللي بيحللوا للزملاء ويبقوا ويتعرضوا لمواقف حارجة طيب ماشي كويس لكن الكوز الاولاني عندما تحدث على ضربات الجزاء كان بتحدث من واقع صور وانا ارى ان الحكم على الصور صعب شوية لان زاوية الصورة ومش متحركة وكده وخلص الموضوع والراجل اشاد بكل قرارات التحكيم قال ولا قرار تقريبا غلط وتقفل ملف التعليق على التحكيم ليعمل مداخلة مع الكابتن ابراهيم عبدالخالق لعب الانتاج اللي بدأ يشكو من بعض الحاجات وكيف ان فريقه تعرض للظلم وكيف ان النادي الاهلي كان له اثنين طرد وممكن يكون ضربة جزاء من وجه يتنظره والاستاذ ابراهيم الحقيقة قبل ما هو يخش في الحتة دي قال له استنى 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 انت بتقول كلام مهم جدا ناخده بالتفصيل وكأنه يريد ان ياخذه في هذا الاتجاه فبدأ يسرد له الكلام بالتفصيل قال له لا لا انت ليك حق عليك كده ان انا ارجع اجيب الحالات دي وابعتها فيديو وصورة وارجع اجيب الكابتن جمال حيمودي يعلق عليها رائع جدا ولكن الكلام ده كان يبقى هايل وفير اوى يا كابتن ابراهيم واتكمل الصورة الجميلة بتاعة ادائك في الحلقة بانك انت الله انت جبت وجهة نظر لاعب ما كان ينبغي للاعب ان يعلق على احداث يعني انت ما جبتش اداري ما جبتش المدرب انت جبت لاعب يعلق على فريق منافس ويعلق على التحكيم ويعلق وده جديد يعني وهو كان الحقيقة منطلق كابتن ابراهيم عبدالخالق وعاد الحالات فيديو كما قال بعثنا له الفيديو كما تا ما بعثتش الفيديو في الحالات التانية التانية يعني الاهل يارى ان الله ضربت جزاء في في لمسة يد في وضع اليد مش طبيعية قد تقول لا انما الاهل يارى كده فانت لو كنت جبت بعد ما جبت الكابتن ابراهيم جبت حد من نادي الاهل وما كنتش افضل انك تجيب لعيب مش عايزين يدخل اللعيبة تاعتنا في كده ده اللعيبة ممكن تتعرض لعقوبات عشان انها بتتعرض لذي الامور يا كابتن ابراهيم لازم نحافظ على لعبتنا وكمان لازم نحافظ على المنهج الرياضي ان احنا مدخلش اللعيبة انه يطلعوا ينتقدوا الاداء التحكيمي او يهجموا اه الامور بالطريقة دي ولكن خلص دل حاصل ما جبتش حد من نادي الاهل ما عارضتش حالات النادي الاهل فيديو زي ما عارضت العالات دي فيديو فجاء الكابتن حيمودي يقول اه دي كانت عايزة انذار على الارجح القرار كان يبقى بين الانذار والاحمد اذا القرار يتأرجح بين الاتنين والراجل الدي انذار هو انت رأيك بين الاحمد اذا القرارين محتملين في يونهيها الكابتن ابراهيم يعني كارتحمر يعني دي تستحق كارتحمر تلات اربع مرات يؤكد على هذا الكلام ماشي مقبول بس انا بتحاور معك بدون زعل وبدون ان انا يعني باتهم بالعكس انا شايف ان انت والاستاذ ابراهيم عبد الجواد والكابتن محمد سيف والناس بتحاول تاخد الاعلام في سكة وفي معظم الاحيان الزميل الهاني هتحود يعني انا بتكلم ان احنا رغم الخلافات اللي تبقى موجودة في بعض الاحداث او في بعض القضايا لكن ممكن ناخد بعض كلنا في اتجاه ايجابي ولهذا انا اتحاور في هذه النقاط انا مرتحتش لا للمداخلة مش عشان فيها جمع الاهل لطبيعة المداخلة ولا ان يتعادل الملف بالطريقة دي دون ان يأخذ الاهل فرصة في ان يرد على هذا الكلام او يقول اذا كان عنده هو كمان احداث لم تذكر ما هونتا دلوقتي دي احداث لم تذكر من وجهة نظر لعب الانتاج اين الاحداث التي لم تذكر من وجهة نظر النادي الاهلي لم تتعرض له فليكن دي مش هتغير من ان احنا بنتكلم دلوقتي على ترتيب جدول نتائج النادي الاهلي وضعتنا في هذا الموقف ان احنا محدش لحنا ولا الزمالك حمل ضياع نقطة ومن هنا ستأتي الضغوط ويأتي السخونة ويأتي الهرج والمرج والصخب اللي حنشوفه من هنا لحد ما ينتهي الدوري لان التحديات كثيرة ولا تحتمل هنا اوجه حديث لاجنة الحكام لا تحتمل انك تجرب فيها حكم زي ماتش البنك الاهلي ما ينفعش كلام ده ما تجربش فيها الوضع ولا تجرب في الزمالك الوضع لا يحتمل زي كان عندك ست سبع تمن عشر حكام اه او اطقم دوليين هوبقى هما دول اللي يتحمل المسئولية خلصت او ترجع تجيب حكام اجانب في المنشطة الحساسة لو فيه اندية عايزة لكن كده تجرب فينا ويبقى اداء التحكيم ما هو اداء التحكيم مش بس ممكن احداث المباراة ما تدلوش موقف يحرجو لكن الاداء العنيف وده يقودني الى ايه فكرة الممر الشرفي